موسيقى أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي يا أهلا ومرحبا بكم في لقاءنا اليوم وهو اللقاء الخامس في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول قبل ما أتكلم عايز ألفت نظركم بس إن ضروري تشتركوا في القناة القناة بتاعت يعني واشترككم في القناة بيبقى من خلال إن أنت بتدوس على الشريط الأصفر اللي موجود فوق الفيديو أو كلمة اشترك اللي موجودة تحت الفيديو بتضغط عليها بتدخلك على تسجيل الإيميل الإيميل بتاعك بتاع بابا أي حد كبير في البيت يعني بعد كده بيدخلك على القناة الفكرة دي ليه عشان خاطر كل ما ينزل درس جديد تتابعه لأن الدروس هتكتر معانا طبعا ومش هتعرف تحصل على أي درس انت عايزه يعني فضروري إن انت تشترك في القناة يعني يا إما دلوقتي وتوقف الفيديو وتسجله وبعدين تكمل تاني يا إما بمجرد ما يعني ينتهي الفيديو في قبل نهايته كده تبدأ تشترك في القناة وبرضو ما تنساش إن انت تكتب تعليقك تحت الفيديو ملاحظات عايزها سؤال عايزه عجبك الفيديو فيه احتياج لحاجة معينة في الفيديو عايز تسأل عنها وما تنساش برضو إن تحت الفيديو فيه المزيد اضغط عليها هتلاقي الدرس السابق للدرس بتاعك اللي انت بتسمعه أو الدرس التالي اللي هيجي بعد منه يعني دي برضو حتة أنا حطتها عشان تخدمك في إنك تسمع دروسك طيب احنا اتكلمنا في الدروس الأربعة اللي فاتت في النسبة تطبيقات معنى النسبة الأول وبعدين خواص النسبة وبعدين خدنا تدريبات متنوعة على النسبة وخواصها وبعدين خدنا النسبة بين ثلاث أعداد والنهاردة إن شاء الله هناخد تطبيقات على النسبة اللي هي المعدل تعالى نشوف عنوان الدرس المعدل يعني إيه المعدل المعدل شيء مهم جدا إنك لازم تكون عارفه معنى يعني زي مثلا إيه لما قولك إنت بتصرف في اليوم الأول اتنين جنيه تاني يوم صرفت خمسة جنيه تالت يوم صرفت أربعة جنيه تقربع يوم صرفت جنيه واحد المهمة في أسبوع إنت صرفت مثلا أربعتاشر جنيه لو إنت جيت عايز تعرف إنت معدلك في اليوم قد إيه يعني نقول كده المتوسط مثلا في اليوم قد إيه بتقسم الأربعتاشر جنيه على السبع تيام بيطلع لك اتنين جنيه في كل يوم يعني إنت بتصرف اتنين جنيه في كل يوم لكن الواقع ما كانش كده الواقع كان فيه أربعة جنيه في يوم وفي يوم تاني فيه جنيه وفي يوم خمسة جنيه على حسب ما انت بتصرفهم قدام منك فالمعدل ده هو يعتبر زي ايه زي متوسط كده ده بس عشان اقرب لك الفكرة يعني لكن تعال بقى نشوف معناه الحقيقي المعدل هو النسبة بين كمياتين يعني ايه كمياتين يعني مقدرين عددين بتشوفهم قدام منك وبتعمل نسبة بينهم بس خد بالك ان النسبة هنا بتجيبها غير النسبة اللي كنت بتجيبها في اول الدروس اول الدروس كنت بتجيب النسبة الشرط فيها انها لابد ان تكون من وحدة واحدة ونوع واحد طب معنى هنا كده انا عايز افهم يعني ايه نوع ويعني ايه وحدة هل في فرق بين النوع وبين الوحدة اه طبعا هقولك حالا دلوقتي بس نكمل التعريف بتاعنا فاحنا بنقول ان النسبة بين كمياتين من نوعين مختلفين مختلفتين يعني وللمعدل بيبقى لوحدة الوحدة دي هي عدد وحدات الكمية الاولى لكل وحدة من الكمية التانية يعني ايه يعني تعاني شوف الاول يعني ايه نوع ويعني ايه وحدة وبعدين نرجع تاني برضو عشان تكون وضحت الحتة دي كويس بص معايا هنا ايه الفرق بين النوع وبين الوحدة انا هحط لك امثلة للنوع وامثلة للوحدة افرض ان انا بتكلم على النوع بتاعي اللي عندي هو نوع الاطوال المسافات اه يا اما بالكيلو متر يا اما بالمتر يا اما بالديسي متر يا اما بالسنتي متر يا اما بالملي متر ودي وحدات انت خدتها اذا دي عبارة عن وحدات نوع هذه الوحدات ايه انها تبع الاطوال وضحت الحتة دي طيب فيه نوع تاني مساحة الاراضي بنقيس الاراضي كمساحة بايه يا اما بالفدان يا اما بالقراط يا اما بالسهم طبعا احنا هنا مش محتاجين ان احنا بقى نقولك ده فيه كم من ده وده فيه كم من ده لما نحتاجه حنبقى نتكلم فيه بعد كده وانت سبق لكن انت درسته قبل كده طب فيه نوع ثالث اللي هو الوزن الوزن فيه طن فيه كيلو جرام الكيلو جرام فيه الجرام بس هي دي الانواع الثلاثة لا كتير طبعا كتير جدا اه لكن احنا فيه السعة مثلا فيه بالديسيمتر المكعب بالليتر اه يعني كل حاجة لها وحدات فيه داخلها كل نوع له وحدات فيه داخلها فاحنا لما نيجي نعمل مقارنة بالنسبة لدرس النسبة اللي فات بين الكيلو متر مثلا والمتر ما كانش بتنفع كان لابد ان انت تحول يا الامطار لكيلو مترات يا الكيلو مترات لامطار عشان تبقى النوع من وحدة وحدة وما ينفعش تجيب مقارنة في النسبة مثلا بين كيلو متر وفدان ما ينفعش لانك حتى في التحويل ما ينفعش تحولهم اه طيب هنا بقى انا لو رجعت تاني الجزئية دي النسبة بين كميتين يعني مقدرين يعني عددين قدامك زي ما قلنا من نوعين مختلفين والمعدل ده بتبقى له وحدة هي عدد الوحدات بتاعت الكمية الاولى لكل وحدة من الكمية التانية طبعا عشان تفهمها اكتر برضو توضح اكتر معاك اه لازم ناخد امثلة على الكلام ده طيب تعال نشوف تطبيقات على المعدل هناخدها في مسائل والمسائل على فكرة يعني كلها من كتابك بس انا بغير فيها طبعا شوية بحيث ان هي زي ما كنا بنعمل في الامتحانات ما بنجيب لكش المسألة مباشرة زي ما هي نغير في الاعداد نغير في تسمياتنا اه كده يعني المسألة الاولانية بتقول لي ايه بتكتب موظفة تكتب موظفة ربعمية سطرا خلال خمس ساعات بتكتب على الكمبيوتر زي ما احنا شايفين قدامنا كده بتكتب الربعمية سطر في خمس ساعات عايزين المعدل اللي بتكتب بيه الموظفة دي رمزي ولفظي خد بالك من المسميات اللي بقولها دي رمزيا ولفظيا اه هنا بقى هتوقف في صغيرة تقول لي اه انا عايز المعدل المعدل بييجي بين حكتين خد بالك هنا لان انا ممكن اخدعك في المسألة دي واعكس لك الحكاية واقول لك اه تكتب موظفة خلال خمس ساعات ربعمية سطر يبقى جبتلك الخمس ساعات الاول والربعمية سطر في الاخر دايما انت متعود ان اللي بييجي الاول تكتبه فوق واللي بييجي التاني بتكتبه تحت لأ ماينفعش طب مال اعرفها ازاي بص يا سيدر تعريف المعدل بين الحكتين دول انت عندك هنا اللي جنب الكلمة كلمة ايه اللي جنب العدد كلمة ايه سطر واللي جنب العدد كلمة ايه هنا ساعة طب كويس يا ترى هينفع تقول كام سطر في كل ساعة ولا تنفع ولا تقول كام ساعة في كل سطر هتقول اللي اتنين ينفعوا لأ طبعا مش اللي اتنين ينفعوا لا ده هنا انت بتسأل السؤال بتقول بتكتب كام سطر كل ساعة بتاخد واحدة من دول بس ما هي دي الحتة اللي احنا كنا بنقول عليها هناك ان هي وحدة من من ال الاولى اهي نرجع لها تاني اهي كنا بنقول انها عبارة عن وحدة هي اه والمعدل له وحدة يعني هي عدد وحدات الكمية الكمية الاولى الكمية الاولى عندي كانت ايه اسطر اه اللي بيطلع منها عدد الوحدات بتاعت السطور يعني كام سطر كلمة عدد وحدات الكمية الاولى هنا في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دي معناها كام سطر فيه شوف حاجة واحدة بس من الكمية التانية في كل ساعة اه يبقى انت بتاخد عدد وحدات من الكمية الاولى لكل وحدة واحدة من الكمية التانية تقول لي انت بتأكد ليه اوي كده على على التعريف بتاع المعدل ده احنا بمبصلهش التعريف ده خالص ولا الاستاذ بيقوله لنا ولا بنهتمي بيه وموجود في الكتاب محدش بيبصله لا لا ده دي تجي لك نوعات في الامتحانات تجي لك صح وغلط في الامتحانات اجي هقولك المعدل هو النسبة بين كميتين من نوع واحد هتقول لي ايه هتقول لي غلط ليه لانها بين كميتين من نوعين مختلفة ايه طيب بين نوعين من كميتين مختلفة ايه طيب او هقولك المعدل للمعدل او وحدة المعدل وحدة المعدل هي وحدة من الكمية الاولى لعدد وحدات من الكمية الثانية شوف عكس تهالك برضو هنا لا ده المعدل وحدة للمعدل وحدة هي عدد وحدات الكتير في الاول عدد وحدات الكمية الاولى لكل وحدة وحدة خد بالك من الوحدة دي وحدة بس من الكمية التانية أظن كده متهيق لي فهمناه ولازم نكون عارفينه كويس جدا ومستوعبينه وناخد بالنا من المسائل بتاعته لما تيجي صح وغلط أو اكمل أو اختيار من متعدد أو أي حاجة زي كده طيب نرجع لمسألتنا تاني هنا بقى الموظفة بتكتب 400 ساطر خلال 5 ساعات عايزين معدل ما تكتبه هذه الموظفة لاحظ هنا حاجة إنه هو جاب لك في الكلمة الأولونية بعد المعدل كلمة ما تكتبه ما قالكش معدل ساعات الأسطر مثلا هذه الأسطر التي تكتبها الموظفة لا قالك معدل ما تكتبه الموظفة هاتوا بقى رمزي ولفظي يعني إيه رمزي ولفظي استعجلش واحدة واحدة هتفهم كل حاجة معي تعال نشوف تسياسي دي أنت عايز يا عم فين السؤال بتاع المسألة اتفقنا قبل كده أي مسألة لفظية عشان تحلها لازم تعرف تقراها لغة عربية سليمة دي رقم واحد تعرف تقلبها لحدوتة دي رقم اثنين نمرة ثلاثة تعرف إيه الموجود وإيه المطلوب ده نمرة أربعة نمرة خمسة إزاي أجيب المطلوب هعيدهم تاني لازم تقرأ راية سليمة دي أول حاجة لازم تقلب الإراية السليمة لحدوتة عشان توقفهم المسألة بتقول إيه تالت حاجة لازم تعرف إيه الموجود وإيه المطلوب في المسألة رابح حاجة تشوف خطوات المطلوب تجيبه إزاي يبقى أنت قريت المسألة قرأة سليمة حولتها لحدوتة شفت إيه المطلوب شفت إيه الموجود الأول وبعدين شفت إيه المطلوب وبعدين شفت إزاي تجيب المطلوب بتاع المسألة فهنا الحدوتة بتاعت المسألة في عندي ست قاعدة بتعلي كمبيوتر بتكتب ربعمية سطر في خمس ساعات دي الحدوتة بتاعت المسألة كويس فهمناه إيه الموجود وإيه المطلوب موجود ربعمية سطر وخمس ساعات لازم يكون في حاجتين في المسألة وإذا كانت في حاجة واحدة والتانية مش موجودة لازم أنت تميزها لازم أنت تعرفها لوحدك آه تدركها يعني إذا قال لي في أسبوع طب معروف أن الأسبوع ده يعني سبع أيام مثلا آه حاجات زي كده لازم تميزها أنت آه طيب آه هنا عايز معدل ما تكتبه الموظفة رمزيا ثم لفظيا نخلينا واحدة واحدة عايزين الأول المعدل وبعدين نبص على رمزي وبعدين نبص على إيه على لفظي يwirقى احنا عايزين ثلث حاجات في المسألة عايزين المعدل وبعدين عايزين نكتبه آه معدل ما تكتبه طبعا وبعدين عايزين المعدل ده رمزي وبعدين عايزينه لفظي خليك فاكر الاعداد بتاعت المسألة ربعمية سطر خلال خمس ساعات عشان تجيب المعدل بتاع اللي بتكتبه الموظفة اتفقنا ان ما ينفعش اقول كام ساعة في كل سطر ما تجيش لا كام سطر في كل ساعة اذا اللي بييجي الاول هو عدد الاسطر بحطها فوق او الحد الاول يعني وبعدين عدد الساعات اللي عمتي طب عدد السطر ربعمية وعدد الساعات خمسة يبقى معدل ما تكتبه هذي الموظفة يبقى ربعمية على خمسة اختصر اقسم اتصرف شوف ايه اللي هتعمله طبعا هنا واضح ان انا هقول على خمسة فيها الواحد تقول لي اعرفك انها هتقبل على خمسة اقولك عشان العدد ده هو احد وصفر اللي احد وصفر او خمسة بيقبل على خمسة طيب ناخد حتة حتة اربع على خمسة اصغر منها ما تصحش يعني لا يصلح هتاخد اللي جنبها معها يبقى اربعين على خمسة هيبقى فيها التمانية عارف انت تمانية في خمسة في اربعين وبعدين مفيش باقي والصفر اللي فاضل ده على الخمسة يبدأ صفر ينزل زي ما هو اوعة تنسى وتقول خلاص تمانية وخلاص لا يبقى الاجابة جابت تمانين على واحد يعني المعدل هو تمانين تمانين ايه خد بالك هنا بقى مهم جدا عشان انت عايز الرمزي ده المعدل اللي احنا قلناه تمانين هتقول تمانين عشان اولاد تمانين سطر لكل ساعة كلمة اللي كانت فوق اسطر يبقى تجيبها الاول سطر واللي تحت ساعات تجيب ساعة يبقى تمانين سطر والعلامة دي بنقراها لكل ايوة يبقى احنا كده بنقول تمانين سطر لكل ساعة اه يعني معناها الموظفة بتكتب تمانين سطر في كل ايه ساعة ده معناها بتكتب تمانين سطر في كل ساعة طيب كلام جميل هل التمانين سطر في كل ساعة دي لما كتبناها بالشكل اللي قدامك ده ده الرمز حطيت الرمز بتاعها يبقى هنا المعدل اللي انت جبته معدل رمزي عشان كده كتبتلك معدل ما تكتبه الموظفة رمزيا هيساوي تمانين سطر لكل ساعة طيب واذا قالك لفظيا سهلا خالص شيل الشرطة بتاعتك وحط كلمة لكل بس يبقى معدل ما تكتبه الموظفة لفظيا بيساوي تمانين سطرا لكل ساعة اظن متهائلة مسألة سهلة وتفهمت واضحة تعالى نشوف مسألة تانية بيقول لي يصب صنبور يعني احنا فيه يصب صنبور مياه بينزل ميا ربعمية وعشرين لترا في الساعة اوجد معدل ما يصبه هذا الصنبور في الدقيقة رمزيا وصمه لفظيا تقول لي الله ده المسألة دي ما فيهاش غير عدد واحد بس اللي هو ربعمية وعشرين لتر اما تنساش ان في الساعة الساعة اللي هي الوحدة معناها كده يعني واحد ساعة يعني فيه عدده بس خد بالك هنا ان هو لما بيسألك بيقول لك هات معدل ما يصبه هذا الصنبور ما علكش في الساعة دي قال لك في الدقيقة هنا بقى في حاجة لازم نقفها هنا الاول عشان نعرف المعدل يا ترى دي عرفناها خلاص ربعمية وعشرين ودي واحد ودي لتر ودي ساعة انا ماهمنيش العدد دلوقتي عشان تعرف المعدل هتبص هتقول هنا كم لتر في الساعة ولا هتقول كم ساعة في اللتر تيجي ما تجيش طبعا ايه كم ساعة في اللتر دي ده اللتر ده يعني ساعة ازازة بتشير وبتاع كده يعني لكن دي الساعة زمن مش كده ولا لا يبقوا ما تنفعش تقول كم ساعة في الايه في اللتر لكن تقول كم لتر في الساعة او كم لتر في الدقيقة بس هو هنا بيسألني بقى بيقولي اللي بيصبه الصنبور في الدقيقة يعني انت عايز الحد الاول هو عدد الليترات اللي عندي والعد التاني هو الساعات اللي هي الوحدة ساعة دي بس هو مش عايزها بالساعات هو عايزها بالدقائق يبقى انا هكتب ايه عدد الدقائق يبقى معدل ما يصبه هذ معدل ما يصبه هذ الصنبور في الدقيقة بيساوي عندنا كم ليتر عندنا ربعمية وعشرين عندنا كم دقيقة دا مش عندك واحد ساعة والساعة فيها ستين دقيقة يعني تضرب الستين في واحد يعني هتديك ستين يعني كأنك بتقسم ربعمية وعشرين على ستين بس انا كتبتلك في واحد عشان تفهم ان الواحد دا هو بتاع الساعة الموجودة عندي الاختصارات طبعا سهلة هتقول لي اختصرها ازاي ماشي دي هتتقسم على عشرة يعني هيتشال الصفر ودي هتتقسم على عشرة يعني هيتشال الصفر برضو يعني عود نفسك ان انت دايما لما تيجي تقسم اللي فوق واللي تحت لازم تقسم اللي اتنين على حاجة واحدة يعني دي هتقول لي طب ما دي اولة صفر ودي اولة صفر ما كنت قسمت على خمسة ماشي ما انت لو قسمت على خمسة هترجع تقسم تاني على اتنين طب احنا ما من الاول نقسم وخلاص ولد شاطر كان يقول لي طب ما نقسم على ستين على طول شاطر برضو ليه شاطر لان عارف ان الصفر اللي زاد ده فوق الستين هي انت بتسأل نفسك ستة في كام بتجيب اتنين واربعين اه ستة في سبعة يعني ستين في كام تجيب ربعمية وعشرين برضو في سبعة هي هي نفس الحكاية انت شلت الصفر مع الصفر يعني قسمت على عشرة اقسم بقى على ستة فيها الواحد ودي على ستة هتجيب لك اتنين واربعين على ستة هتجيب لك السبعة بقى فاضل البسط سبعة والمقام واحد في واحد يعني سبعة على واحد يبقى كده احنا جبنا الاجابة سبعة سبعة ايه ارجع للمسألة بتاعتك سبعة لتر لكل دقيقة ده ايه معدل ما يصبه هذا الصنبور رمزيا سبعة لتر لكل دقيقة طب هات معدل ما يصبه هذا الصنبور لفظيا زي ما قلنا هتشيل بالشرطة دي وهتحط مكانها ايه لكل طبعا ده اعلان عن اسم القناة بتاعتنا اللي احنا شغالين منها دلوقتي وبتنزل لكم الفيديوهات منها طب تعال نشوف تدريبات تانية بيقول لي في المسألة دي يبيع جزار وباللغة العربية جزار يعني قصاب قصاب يبيع بهذا الاسلوب عايز الرمزي وعايز اللفزي طيب انت هنا برضو هترجع اول حاجة تقولها كام كيلو جرام في كل ساعة ولا كام ساعة في كل كيلو جرام خد بالك من الحتة اللي بقولها دي دايما عشان اول ما تبتدي المسألة تبتدي بيها عشان تعرف مين اللي فوقه مين اللي تحت لان قلتلك ممكن نعكس المسألة نقول لك يا بيع جزار خلال تسع ساعات تسعة وتسعين كيلو جراما من اللحم جبنا لك التسعة الاول والتسعة وتسعين في الاخر ما تاخدش الاول اللي على طول والدب لازم تقرأ وتميزها وتشوف هل ينفع اقول كيلو جرام لكل ساعة في كل ساعة يعني ولا اقول كل ساعة في كم كيلو جرام ما تجيش دايما يبقى انت هنا هتجيب الحد الاول بتاعك هو عدد الكيلو جرامات اللي عندك يبقى معدل ما يبيعه الجزار بيساوي عدد الكيلو جرامات على عدد الساعة يبقى انت بتقول تسعة وتسعين على تسعة اظن دي سهلة وبسيطة تسعة وتسعين على تسعة ايجابتها على طول معروفة فيها 11 11 ايه بقى ما تحترش الكلمة الاولانية على الكلمة التانية على حسب ما احنا قلناها في الاول وعرفتها خلاص كيلو جرام لكل ساعة دا رمزي بالشرطة يعني الفرق بين كلمة رمزي وكلمة لفزي ما تخافش منها رمزي تحط الشرطة لفزي تحط كلمة لكل وخلاص على كده اه 11 كيلو جرام لكل ساعة وخلاص اتفهمت دا بتاعنشو مسألة تانية عندك سيارة عربية حلوة جميلة زي دي كده بتستهلك بتسعين بتحرق او بتخلص 20 لتر من البنزين عشان تمشي مسافة 250 كيلو متر تمشي مسافة 250 كيلو متر تكون مخلصة 20 لتر عايز معدل استهلاك السيارة سيوف يعني دايما عشان يكون حنين عليك بيجيب لك الكلمة اللي هتعرفك مين الاول بعد كلمة معدل اهو استهلاك خد بالك يعني كام لتر في كل كيلو متر اهي معناها كده ماينفعش تقول كام كيلو متر في كل لتر ما تجيش واضح احسن معدل استهلاك السيارة للبنزين طيب اقول له اخد الحتة بتاعت السؤال واكتب معدل استهلاك السيارة للبنزين هيتحط ايه على ايه بقى ها عدد ايوه اللترات على المسافة بالكيلو مترات او على عدد الكيلو مترات بالزبط كده عدد معدل استهلاك السيارة للبنزين عدد اللترات على عدد الكيلو مترات ما فيه اولاد بتتغر خد بالك بتقول معقولة الصغير عالكبير لا اكيد الكبير عالصغير ضيع المسألة منه خد بالك من الحتة الخطيرة دي اه ده انت هنا بتقول 20 لتر من البنزين عشان تقطع مسافة 250 وانت بتقول زي ما قلتلك عشان تتأكد كم لتر في كل كيلو متر لكل كيلو متر كم لتر لكل كيلو متر اه ماينفعش تقول كان كل مش جاي حتى تتنضق كمان صح كان كيلو متر في كل لتر مجلش يعني عدد اللترات 20 واستهلاك البنزين 250 اه والله في حتة مهمة اوي هنا هقف عندها شوية انا عشان تعرفها ايه هي تفتكرها يعني تستفيد بيها بصي سيدي لما تكون عندك خمسة واحدة تروح ضربها في اتنين واحدة عشان تطلع صفر واحد اللي هي العشرة شوف انا قلت ايه خمسة واحدة تضربها في اتنين واحدة تجيب لك صفر واحد اللي هي العشرة طب اذا كان عندك خمستين يعني ايه خمستين يعني خمستين مضربين في بعض يعني خمسة في خمسة طبع انت عارف ان خمسة في خمسة في خمسة وعشرين يعني مفيش دعا ان احنا بقى نكتب خمسة في خمسة في اتنين في اتنين لا ما تنفعش بقى تقولها كده ما ينفعش تقول خمسة في خمسة في اتنين في اتنين لا هي على طول نقولها كده بسرعة هي على طول خمسة وعشرين في ايه في اربعة ايوة خمسة وعشرين تروح بريبها في اربعة لان انا قلت عندك خمستين اهي خمسة في خمسة عندك خمستين نضربها في اتنينتين يعني فاربعة تجيب لك صفرين اللي هي ايه اللي هي المية اهو كده طيب عندك تلت خمسات يعني ايه خمسة في خمسة 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 في خمسة في خمسة وعشرين في خمسة بمية خمسة وعشرين يعني المية خمسة وعشرين دي عبارة عن ثلاث خمسات مضروبين في بعض يبقى يتضربوا في كام في ثلاث اتنينات اللي هما اتنين في اتنين في اتنين يعني في تمانية تجيب لك كام تجيب لك الف لان ثلاث صفار اه خد بالك الحتة دي مهمة او هتنفعك في حاجات كتير اوي 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 وبعدين بعد كده اربع خمسات بقى يبقى ستمية خمسة وعشرين اللي هي خمسة خمسة في خمسة في خمسة تضرب في اربع اتنينات اتنين في اتنين في اتنين في اتنين انت لما ضربت تلاتة جابه تمانية مش كده اضربها في الرابعة اللي هي التنقل لتنين الرابعة هتجيب لك ستة عشر دي هتجيب لي اربع تصفار يعني عشر تلاف شفت بقى ازاي دي حتة مهمة جدا هتحل لنا مشاكل كتير دلوقتي حالا هنعرفها وهنستفيد منها دلوقتي حالا خد بالك هقولها تاني خمسة واحدة في اتنين واحدة تجيب صفر واحد يعني عشر خمستين في اتنين تجيب صفرين طب تلات خمسات في تلات اتنينات تجيب تلات تصفار يعني ألف أربع خمسات يعني ستمية خمسة وعشرين في أربع اتنينات يعني ستاشر تجيب عشر تلاف يعني أربع تصفار وهكذا وانت ماشي ممكن تستمر على دي برضو وانت ماشي على طول تكمل طيك انا همسحه عشان هسألك حالا دلوقتي واشوفك فاكر دول ولا لا بص يا سيدي معايا هنا انا عندي البسط 20 شايفو والمقام 250 مش كده يعني ممكن تشيل الصفر ده مع الصفر ده في ضلك تحت كام 25 مش كده هي الاكبر طبعا احسن ما نقول اتنين واحدة نضربها في خمسة واحدة لا ده انت هنا خمستين تضربها في اتنينتين يعني تضربها في كام ايوه يعني تضربها في اربعة بس انا عايز قبل ما اقولك اضربها في اربعة عايز اقولك حاجة انت لو ضربتها كده هو في واحد لو ضربت العدد البسط والمقام ده في واحد اتغيرت قيمته لا ما اتغيرتش قيمته ليه لان خمسة في واحد بخمسة ستة في واحد بستة نص فوحد بنص وهكذا وانت ماشي مش كده ولا لأ يبقى العدد او الكессر ده هو اللي قدامك لو هو انضرب فواحد مش هتتغير قيمته طب انا بقى مش هقولك انا هضربه فواحد ده لا انا هقولك اضربه فاربعة اه اربعة على اربعة اضربه فاربعة على اربعة مش هي الواحد برضو اربعة على اربعة هي الواحد برضو مش كده يعني برضو ما غيرتش قيمته صح ولا لأ ايواء لو انت ضربت ر 약 250 دي الرابعة الخمسة وعشرين فاربعة زي ما اتفقنا خمسةين في اتنينتين هتجيبلك مية أمو صفرين مش كده يعني في مية هنا كده بس انت ابتدر بخمسة وعشرين لكن هي متين وخمسين يعني تحط الصفر التالت ده هنا يعني اربعة في متين وخمسين وانت بعقلك يا اخي متين وخمسين ومتين وخمسين مش يبقوا خمسمية وكمان زيهم يبقوا الف يعني متين وخمسين فاربعة بالف طب وعشرين فاربعة هتجيب تمانين البسط بتاعك خدت بالك من الحتة دي تقول لي تب ما انا اختصر على طول خلاص ماشي اختصر وريني بقى هتختصر ازاي ها هتقول الصفر مع الصفر ها وبعدين يا حبيبي بعد كده هتقول ايه هتقول دي على الاتنين فالواحد طب وخمسة وعشرين على الاتنين ها هتجيب لك اتنشر ونص احترت بقت واحد فوق وتحت اتنشر ونص ده شكل مسألة هتطلخبط فيها بعد كده ها فهي لها حل بس انا بديك السكة السريعة السهلة السهلة ان انت تحل المشكلة بتاعت المتين وخمسين دي تخليها الف تقول لي ليه ما خلقاش مية يا راجل خليها اكبر منها وتقبل عليها ها خليها الف لما الف يبقى تضرب فاربعة وزي ما ضربت المقام فاربعة لازم تضرب البست فاربعة ليه عشان كأنك بتضرب فواحد عشان كأنك ما غيرتش القيمة بتاعت الكسر اللي عندك ما لعبتش فيه ها كده جابتلك تمانين على ايه على الف يعني ايه تمانين على الف يعني تمانين من الف مش كده ولا لقه اهدي الاجابة اللي قدامك يبقى هنا تمانين من الف الاصفار اللي قدام هنا ملهاش لازمة والاصفار اللي ورا هنا ملهاش لازمة بس الصفر ده يعني بيحفظ دخانة الاحاد بتاعت الوحدة بتاعتي لازم يتكتب لما ما يكونش فيه عدد صحيح هنا اه لكن الاصفار اللي قدام ملهاش لازمة من هنا والاصفار اللي ورا من هنا ملهاش لازمة تقول لي يعني الصفرين دول ما لهمش لازمة لأ مدام في علامة خد بالك يبقى مهم جدا اه ممكن تشيل الصفر ده ما تفرقش معايا يعني تجيب ايه يعني تجيب تمانية من مية يعني ايه تمانية من مية يعني كل 8 من 100 لتر يعني نقول 8 فوق كده مثلا من 100 يعني على 100 8 على 100 مش هيك 8 على 1000 يعني 8 على 100 يعني انت لو اسمت على الاربعة هتبقى فيها الاثنين ولو اسمت على الاربعة تبقى فيها الخمسة وعشرين يبقى اثنين على خمسة وعشرين برضو مالوش معنى بيجي كسر عشري احسن وافضل كتير ان احنا نجيبه كسر ايه اعتيادي من اللي عندي يبقى هنا معدل استهلاك السيارة البنزين بتصرف 8 من 100 لتر في كل ساعة يعني ما بتحصلش لتر مش كده ولا لا ما بتكملش ده 8 من 100 لتر في كل ساعة طبعا عشان عربية كانت نبيفة شفتوها انتم مش كده ولا لا طيب تعال نشوف كمان مثال تاني عندي محرات عارفين محرات الجرار الزراعي يعني اهو زي اللي قدامنا ده كده محرات للارض الزراعية بيحرس 6 افدنا في 3 ساعات اذا حرس محرات اخر غيره 10 افدنا في 4 ساعات مين المحرات الافضل في الاتنين طبعا الافضل اللي هو هيحرط اكتر مش كده ولا لا طيب تعال برضو نسأل سؤال يا ترى اقول كم فدان في كل ساعة ولا اقول كم ساعة في كل فدان مجيش كم فدان في كل ساعة يبقى انا حط الست افدنا على ايه خد بالك هنا في ثلاث يعني في عدد اهو مش كده اللي هو ايه اللي هو ثلاثة ايوا انت عندك محراتين عشان تعرف مين افضل يبقى لازم تجيب معدل المحرات الاول وتجيب معدل المحرات الثاني معدل المحرات الاول طبعا عدد الافدنا على عدد الساعات يعني ستة على تلاتة دي سهلة خالص هتجيب لي اتنين فدان لكل ساعة يعني معناها تعدي ساعة يكون المحرات الاولاني بتاعنا حرط فدانين طب عايزين نشوف المحرات التاني المحرات التاني عشر افدنا فاربع ساعات يبقى برضو هقول كمفة دان لكل ساعة يعني الافدنا فوقه الساعات تحت اهو عشر على اربع تقول لي اه دي سهلة ايه انا اضرب دي في خمسة وعشرين ودي في خمسة وعشرين تنفع ماشي مش مشكلة لو ضربت دي في خمسة وعشرين هتجيب لك ميتين وخمسين ولو ضربت دي في خمسة وعشرين هتجيب لك مية يبقى ميتين وخمسين على مية هتشيل الصفر مع الصفر يعني خمسة وعشرين على عشرة يعني خمسة وعشرين من عشرة ايه معناها خمسة وعشرين من عشرة جنيه متنفعش لأ قدم في علامة توقع بعد رقم واحد عشان قلت من عشرة ايوه يعني اثنين ونصر وبعدين ليه 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 الدوشة دي كلها احنا بنقول عندنا عشرة جنيه على اربع ولاد كل وادي ياخد كام لو هم ولدين كل واحد ياخد كام من عشرة جنيه ايوه هياخد خمسة جنيه طب لو هم اربعة بقى يبقى كل كل واحد من الاتنين اللي فاتوا هيقسم معا واحد يعني اللي معاها خمسة هيدي واحد نصر الخمسة اتنين جنيه ونصر والتاني برضو زيه هيدي هيدي زميله اتنين جنيه ونصر يبقى الاربعة كل واحد خد منهم اتنين جنيه ونصر يعني عشر على اربعة تجيب اتنين ونصر اتنين ونصر ايه فدان لكل ساعة طب بعقلك بقى مين الفدان الافضل اللي هو كان بيسأل عليه مين اصد المحرات الافضل ما هو بيقول اي المحرسين افضل واحد جاب فدانين في كل ساعة واحد جاب فدانين ونص في كل ساعة يبقى المحرات الثاني افضل بالزبط طب تعال نشوف مسألة تاني كمان على فكرة كل ده زي ما قلتلك في كتابك وممكن تلاقيه في التدريبات بتاعت الوحدة في الاخر خالص طيب عندك مصنع بس برضو فيه تغيير في الاعداد تغيير في الحاجات في الكلمات كده يعني مصنع بينتج لي 6000 قطعة صابون في ساعتين ونص ومصنع اخر بينتج 4500 قطعة صابون من نفس النوع اه في ساعة وسلسي الساعة اقعد قول وسلس وسلسي يأ سلسي يعني سلسين يعني ساعة وتلتين ساعة فوق منها ساعة وتلتين معناها كده اخد بالك بقى بيقول لي اي المصنعين الاكبر في معدل الانتاج زي ما كان هناك بيقول لي الافضل ما هي نقل هالي الاكبر ما هي هي المصنع جميل خالص بيسمع صابون المهم انا عشان اعرف مين الاكبر يبقى لازم اجيب معدل المصنع الاول واجيب معدل المصنع التاني طب انا عندي المصنع الاول في الاول جبك جنب الاعداد في ايه في قطعة صابون وهنا فيه تمييز اللي هو اثنين ونص ساعة يعني ساعتين ونصف يعني اثنين ونص ساعة يا ترى هتقول كم قطعة صابون في كل ساعة بينتج كم قطعة صابون في كل ساعة ولا هتقول له بينتج كم ساعة في كل قطعة صابون ماينفعش يبقى هتقول قطعة صابون الاول عدد قطع الصابون على الزمن بالساعات يعني 6000 على 2.5 2.5 ممكن تتعامل 2.5 كسر عشري وممكن تتعامل كسر اعتياري طبعا الاسهل الكسر العشري طيب خد بالك بقى هنا اهي رجعت لنا تاني حدوتة الخمستين مش 25 دي سيب العلامة دلوقتي مش دي 25 يعني خمسة في خمسة يعني خمستين تضرب في ايه في اتنينتين يعني في اربعة هي مش كده هتجيب لك مية بس خد بالك في علامة هنا بقى هنتكلم فيها حالا دلوقتي طب قوعة تضرب اللي تحت عشان تخلص من العلامة وتنسى اللي فوق دا اضرب اللي فوق واللي تحت في اربعة تقول لي طب ما انا عندي حل تاني طب ما انا شيل العلامة من هنا يعني اضرب ده في عشرة يبقى حركت العلامة لان في الضرب بحرك العلامة نحية اليمين بمشيها كده لكن في القسمة بمشي العلامة نحية الشمال بجي كده انا هنا هضرب في عشرة انا هحرك العلامة رقم واحد يعني هتيجي هنا يعني بقى العدد صحيح اتنين ونص بالشكل ده كده اهو اهو ستالاف كده على اتنين ونص كده ماشي طب حلها ازاي دي يا استاذ هقولك تحلها ازاي هتقول ستالاف كده على عيد تسمية الاتنين ونص يعني ايه عيد تسمية الاتنين ونص مش هي فيها نص اه خليها كلها نصاص اللي اتنين فيها كم نص هم فيها اربع وهنا في نص يبقوا خمسة خمسة نصاص يعني كأنك قلت اتنين في اتنين زائد واحد اللي بتقول عليها نرفع الكسر بس يعني تسمية نرفع الكسر اللي دي مش تسمية صحيح هي انت بتعيد تسمية الاتنين ونص بدلا ما هي اتنين صحيح ونص بتعيد تسميتها بتخليها كلها نصاص فبتبقى اللي اتنين دي فيها كان نص الواحد فيه نصين يبقى اللي اتنين فيه اربع تنصاص وهنا فيه عليهم نص يبقى خمس تنصاص خمس اهبص خمس تنصاص خمسة على اتنين او تقول زي ما انت بتقول اتنين في اتنين فيها الاربعة اربعة وواحد يبقى خمسة خمسة على ايه على الاتنين وبعدين بتقلب علامة العلاء دي تخليها ايه فيه وبتغير دول البسط مقام والمقام بسط تقلب العلامة وتقلب الكسر اظن دي معروفة وخدتها قبل كده وبعدين الست الاف دي تسأل نفسك بقى اقسم على كام على خمسة طبعا فيها الواحد وهنا في ستة على خمسة فيها الواحد او ستين على خمسة على طول فيها الاثناشر وانت خدت الصفر بتاع الستين دي يبقى فاضل الصفرين اللي هم دول وتضرب الف ومتين في الاتنين دي هتجيب لك كام الفين وربعمية دي طريقة للحل وفي الطريقة اللي احنا شغالين بيها قدامك دي اللي منحل بيها اللي انت شايفها اللي هي عبارة عن ان احنا خلصنا من العلامة العشرية بان احنا ضربنا فوق فاربعة وتحت فاربعة اللي اثنين ونص فاربعة لسه ايلينا من شوية فاكرين لما كنا بنقول العشرة على اثنين ونص فيها كام اثنين ونص قلتلي فيها اربعة اهي نفس الكلام اللي اثنين ونص في الاربعة هتجيب لك العشرة يعني انت اصلا قلت خمستين في اثنينتين هتجيب لك مية بس في علامة هنا بعد الرقم هتحطها برضو في ايه في الناتج بتاعها يعني كده كده بص انت عندك خمستين بخمسة وعشرين خلاص بتضربها في اثنينتين اللي هي اربعة بتديك صفرين اللي هي مية مش كده ايوة هو بقى حطت علامة بعد رقم انت حطها له في الاجابة بعد رقم يعني هتجيب لك عشرة اتفهمت الحتة دي ايه هنا بقى الاجابة هنا هتجيب عشرة مقام واللي فوق هتجيب لأربعة وعشرين الف واضح ان احنا هقسم على العشرة يعني هشيل صفر ده مع الصفر ده هتديني الفين وربعمية قطعة كل ساعة المصنع الاول بيعمل الفين وربعمية قطعة كل ساعة المصنع التاني بقى اربع تلاف وخمسمائة قطعة في ساعة وتلتين اه يبقى هتجيب معدل المصنع التاني اربع تلاف وخمسمائة انا هوريتها لك المرة ده او زي ما عملتلك من شوية في الكسر اللي هنا هتقيد التسمية بتاعت دي الواحد فيه كم تلت فيه تلت اتلات طبعا انت عارف الواحد فيه تلت اتلات واربعة تربعة وخمس تخمس كده وانت ماشي الواحد فيه كم تلت فيه تلت اتلات وهنا فيه تلتين يبقى خمس اتلات يعني خمسة على تلاتة وعلا زي ما هي لسه ما غيرناش احنا العلا تتقلب فيه والكسر اللي وراها يتقلب والاربعة تلاف وخمسمية زي ما هي وبعدين تعمل ايه تقسم بقى على خمسة فيها الواحد طبعا واضح انه دي تقبل على خمسة خمسة واربعين على خمسة فيها التسعة مش كده وفيه صفرين يتحطوا قدامك المقام تحت خلاص مفوش غير واحد هنا بقى الصفرين هينزلوا وتسعة في تلتة بسبعة وعشرين يعني جابت لك كم جابت لك 2700 قطعة في كل ساعة او لكل ساعة بص هنا 2400 قطعة بكل ساعة وهنا 2700 قطعة يبقى مين الاكبر في الانتاج لفوق 2400 قطعة في الساعة وهنا 2700 قطعة في الساعة يبقى الاكبر مين ايوه المصنع التاني اذا المصنع التاني هو الاكبر في معدل الانتاج حبيبي ارجو ان شاء الله ان انا اكون وصلتلكم المعلومة واهتم جدا بحيطة الفيديو انك تشترك في القناة دي ضروري تشترك فيها عشان الدروس ولسه هندخل في فصل الدراسي تاني وهتحتار لكن لما تكون تضغط على القناة على طول يروح جايلك القناة بالدروس كلها اللي فيها تختار الدرس اللي انت عايزه يبقى هتستريح كتير جدا لما تشترك في القناة الحاجة التانية اكتب ملاحظاتك ما تسيبش ما تبقاش سلبي يعني ايه سلبي يعني تسمع وخلاص كده لا ازي الناس ما تعبط عشان قطرك انت كمان برضو اللي عندك استفسار اكتبه ما عندكش استفسار اشكر قول مجهود تشكر عليه كده يعني بحيث ان انت تبقى ايجابي ما تعودش نفسك ان تتفرج على الحاجة وخلاص استفدت وخلاص على كده مش مهم اللي تعب ده ولا ما تعبش مش مشكلة عشان انا بقولي الكلام ده مش عشان تشكرني يا بابا لا عشان اذا كان في عندك ملحوظة على الدرس او في حاجة انا انستها اقولها في الدرس اللي جاي وانبه عليها اذا كان في عندك سؤال عايز اجابته اشرحه المرة الجاية ويوضح قدامك وتستفيد منه يبقى انت كده ما عدتش حاجة الا ما افهمتها واستوعبتها كويس اشكركم حبيبي واتمنى لكم التوفيق والسداد ان شاء الله ويعني اتمنى دائما لكم التفوق الدائم وفي رعاية الله والى اللقاء مع الدرس التالي ان شاء الله اللي هو درس التناسب في الوحدة التانية واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته